الفشل وعدم إكمال الحصص الأغلبية فينا حناية لا يكمل ليس غير في الكوغ والحصص مع الأستاذك حتى في شيء لغة، في شيء، في شيء، في شيء، يجب أن تفصل إلى مستوى نبدأ الحصصة الأولى، ثانية، ثالثة، ومشاء كان هنا ونهار تدوز الإمتيحان ويعلق لكسميتك وتبني لك النقطة ضعيفة حتى يتقول لك كنت هنا، أما دابا، باي باي، ما بقيتش إذا لم تكن تفصل إلى مستوى جيد، سأتضع في أحد الإرتيباك سأتقول لك عنه من ضغط شديد جدا ومعتقد أن تفصل إلى مستوى المستوى جيد فلن تفصل إلى الحصص الأولى والثانية والثالثة لا، سأتجدك الصبارة صعبة، أكثر فإذا لم تكن تستطيع أن تكمل حصص حاولت أن تسجلهم، لا أريد أن أتعاد أن تسجلهم ولكن إذا كنت تعمل بالتليفون، ستجدون ستجدون وإذا كنت تعمل بالتالي فانتك، أعتقد أن تتجدون هذا الوصص ومع ذلك ، في المقطع التي تقرأ بالها تستطيع أن تجدونها الأفكار فإن كانت تطبيع الأمام أنا أعتقد أن أتبع أمام الأستاذ ساعات كاملة مثل هذا في حسن أتعاد أن أعرف ما لا أستطيع أن تتبع هذه الساعات كاملة وأن يستطيع التركيز وإذا كان يستطيع التركيز فإن أن يكون الأستاذ يعني لكي نتقن نأخذ دينات ونفهم ونكتب تجيني صعيبة يعني كتل القرص تتبع غير هذيك خمسة واربعين دقيقة حتى الساعة قاع في الأول وأبخي ذلك نصعب حلق التغير كتتسمرك دوسيها وصافي وسالي تسعونس أما هي راها تبعت غير النص دياله ضوك هنا كتولي كتبروفيتتي من الساعة ديال كاملة وكي شنو غد ندير؟ غد نتبع وحد لاتكنيك اللي اسميتها بو مو دو غو اللي هي كنتبع خمسة واربعين دقيقة وكنبقى ندير بوز فيديو ديالي هذيك البوز كننأخذ فيه خمسة دقيقة عود ثاني كنطلق الكرونو وندير خمسة واربعين دقيقة ملك الثالي كننأخذ عود ثاني خمسة دقيقة وكنرتاح فيها هذيك خمسة دقيقة في حل محاطات الاستراحة كتتزود بها بالوقود ولا نقدر نسميها وفي حل وحد لكتعطيها لنفس ديالك يعني عود ما تبقى هي مركزة سعونس كاملة ومزيارها مره مره كتبقى تعطي الدماغ ديالك لأكسيجين وكتنشط حتى الدورة الدموية ديالك يعني باش نبقى أنا مقرد في بلاستي ومتبع ديك سعونس كاملة ما كنقدرش عليها ديجا وحتلا بيقفورموس ديالك تكون ضعيفة هذيك البوز الليك تاخد هو القوة الدافعة لك وهو المحفز وبقى تقول دماغك مثلا سوف نساليه ونأكل الليمونة ولا سوف نتشرب الماء ولا سوف نفعل شيئا في حلكة سوف نتحرك نبوجة من بلاستي لا سوف نتقى غير معرق أستاذ نمركز حصة طويلة بزير لذلك نبقى نربط كل حصة وكل طاش بوحد حيث النفس البشرية ديالنا هكا دايرة وما بلا حويج لما سوف نجعلك عودتين تكمل الحصة وهو عدم تهيئ نفسك نفسك نتنم هيئهاش ونمجلهاش باش تدخل الحصة فقبل ما تبدأ إلا ما كنتش عارف راسك فين واصلين قبل وراجعتي وخدمتي شوية كيفاش غدي تحلي لك الحصة جديدة؟ راه داك شي مرتابة ومليية بطبيعة الحال ما غديش تحلي لك الحصة وما غديش تكملها شوف غير شي مسلسل دابا اللي كي يخلي لك التشوعق والانتظار باش تشوف الحلقة اللي من بعد شنا هو؟ هو فاهم الحلقة اللي قبل وتكون عشتي معها فحت انت حاول تفهم الحصة اللي قبل ويعيش معها باش يكون عندك شوق الحصة القادمة كيف ما نفسك كترتاح في مشاهدة الأفلام ولا تصنط لشي قصة ولا تلعب ليجوه راه ممكن تخلق لها الراحة في ذاك الشي لك تقرأ وتخلق لها الحب وتشويق فيه كيفاش؟ شحال من حاجة تلقى راسك قبل ما كانش كتعجبك ولكن مع المدة ولا تكتعجبك اذا كيفاش؟ يعني احنا يمكننا نتحكمه في ذاك الشي اللي بغيناه يعجبنا وذاك الشي ما بغيناه شي يعجبنا حال ده باش شخص يكون قبل ما كانش عندك معه وما تيعجبكش ولكن مع المدة ملك تعطيه الوقت وكتكتشفه وكتعرف الحقيقة دياله كي يولي عندك معه اذا كيفاش؟ كيف نتحدث؟ هي خصتك تعطيه حاجة وقتها حتى القرية وخاتبالك شي مادة مثلا خيبة ومعقدة وما كتتفهمش غير ما عطيتهاش وقتها والبنات كذلك تقدر تلقاها مثلا ما عندهاش مع كورا ولكن مع هذه كلافة وقصدل انها كتقلس في الطار وكتلقى خوتها مثلا كيتتفرجه في شي مادة لذلك تبقى اليوم غدى اليوم غدى اليوم غدى اليوم غدى وفي هذا الوقت تقدر تلقى رأسها تهتم بكورا حتى هي مع العلم كورا شفتها في الأول تقول لها تخرب عقل ما هو هاتشي ولكن يمكنك تخلق فيها رأسك وتعجبك حتى انت غادي بغد تتفرج ومتبع الأخبار دياله وهذه وهذه رأسي بغاية حتى تلقى رأيها لما هم شوز تقدر حتى هي تخلق فيها واحد الحب واحد تشويق في حلارك غادي تتفرج في شي مادة تقولي في شي مسلسل ولا غادي يخرج مع أصحابك وبعد تفعل هذا الشي خاصك تبزز على رأسك في الأول وتعطيها الوقت ومن بعد غادي تلقى الحلوة وغادي تلقى رأسك في القراية وتقولي حتى انت مع أصحاب اللي كي يقرأوا ليله نهار وصحاب 18-19 في العنات نعم